تفقدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم قاعة 5 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل للوقوف على التجهيزات الملحقة بها ضمن الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب وأكدت وزيرة الثقافة الاهتمام الخاص بكل ما يقدم للطفل بهذه الدورة والتي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا مضيفة أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أسليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعية